موسيقى موسيقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم بالتأكيد كانت هناك أكثر من إشارة يمكن للمتابع أن يلتقطها حتى من خلال آخر حديث جاءت سيدنا مع شباب في الجامعات كان هناك توجه هذه يمكن نظرة سيدنا منذ فترة طويلة وأنه بمعنى أنها كثرت الازدحام تعيق الحركة وبالتالي كثرت عدد النواب من التأكيد أنه التقليل هذا العدد قد يؤدي إلى صورة أفضل خاصة مع وجود الآن مجالس لا مركزية وموجود أقل عبئ على مجلس النواب أعتقد بأنه من الضرور أن تفت مجلس النواب إلى القضايا والتشريعات الأخرى بعيدا عن الأمور الخدماتية التي تترك إلى المجالس المركزية وبالتالي مهم تقليل عدد عضاء مجلس النواب وصولا إلى الحكومة المنتخبة بمعنى آخر الحكومات الديمقراطية المنتخبة كما أيضا تحدث جاءت سيدنا في أكثر من محفل وكان هناك نتمنى أن نصل إلى وجود ثلاث أحزاب كبيرة توصل وتشكل مجلس برلماني وتشكل حكومة في المستقبل حتى نصل إلى فعلا الأردن الذي نريد كما يرى سيدنا وتطلع إليه من خلال الرسائل أو الأوراق النقاشية التي طرحت وما تازل تبحث عن تطبيق عملي واقعي في كافة الأمور السياسية والاقتصادية والقانونية على أرض الواقع حقيقة حسب استطلاعات الرأي لقوة الفاعلة في المجتمع الأردني كنا مع توجهات جلال سيدنا في تخفيض عدد مجلس النواب إلى من ثمانين إلى مئة نائب يمثل مختلف شراحة المجتمع الأردني خصوصا بعد استحداث قانون المركزية وتولي ملف الخدمات الخاص بالأمور الخدمات وترك الجانب التشريعي والرقابي لمجلس النواب ونؤيد توجهات سيدنا في هذا المجال ونود أن يكون هذا المجلس يمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني سواء بقوام حزبية أو قوام مستقلين وبحيث تتوسع الدوارة الانتخابية وتشمل معظم المناطق بلا تكون محصورة على المستوى عشائري أو مناطقي ضيق بحيث تكون ممثلة ويكون نخبة المجتمع الأردني في مجلس النواب وهذا يقلل من فرص استخدام المال الأسود في الانتخابات ويقلل من فرص العشائرية والمناطقية ويساعد على اندماج مكونات المجتمع الأردني بالشكل الكامل في جميع الطياف الله يعطي كل عافية جميعا في البداية دائما رأي جلالة سيدنا هو الرأي الأمثل في أي مجال سياسي أو اقتصادي تقليص مجلس النواب أنا مع رأي جلالة سيدنا أكيد طبعا مجلس النواب بالعدد الحالي هو عدد كبير ومتطلبات القوانين والتشريعات القانونية لا تحتاج هذا المعدل وإحنا إذا نشوف أنه يمكن 50% الموجودين بكفوا الطلب بالتشريعات بالإضافة أنه صار في عنا اللي مركزية التي تقوم بخدمات المواطنين فأنا مع فكرة تقليص مجلس النواب وتغيير كمان اللي إحنا حكينا عنه قانون الانتخاب اللي حكى فيه جلالة سيدنا في الاجتماع الأخير لابد منه إحنا نتشاور كمان كشباب وكأعلاميين وكسياسيين أنه نحطي أراءنا بأكثر من جهة وأكثر من منظومة حتى نلاقي الرأي الأمثل في هذا المجال في الواقع نحن نعلم أن جلالة الملك ذو بصيرة ورؤية ثاقبة فيما يخص الشأن المحلي وأيضا المحيط وأعتقد أن مقابلة جلالة الملك لجملة من الشباب الأردني في الجامعة الأردنية في كلية العلوم السياسية الحقيقة أثبتت أن هناك وجهة نظر لجلالته حول تعديل قانون الانتخاب وأيضا تقليص عدد النواب إيمانا بأن المرحلة تحتاج إلى هذا التغيير الحقيقة الازدحام يعيق الحركة على أكثر من صعيد حزبي وصعيد أيضا نيابي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر